قطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يوصل مسيرته دون توقف للوصول إلى وجهته وتحسين مستوى الحياة للفئة المجتمعية الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى الخدمة اليومية المقدمة للمواطنين المبادرة أطلقها رئيس السيسي في الثاني من يناير 2019 عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك مشيدا خلالها بالمواطن المصري الذي قدم التضحيات وتحمل كلفة الإصلاحة الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفي أعقاب إطلاق المبادرة تم تتشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع وتوطين أهدف التنمية المستدامة وخلال مسيرتها حققت حياة كريمة الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع لصالح تنمية الريف المصري كما أسهمت المبادرة في تطوير حياة المواطنين داخل القرى الأكثر فقرا بالكثير من المشروعات التي طالت مختلف القطاعات واتصالا بمتابعته لما يجري من مشروعات قام الرئيس السيسي بزيارة عدة إلى القرى التي تم تطويرها عبر حياة كريمة لتصبح قرى نموذجية شاملة توفر الخدمات كفة لقاطنها والعل أبرز تلك القرى ستس العمر ببنسويف وطمى وأم دومة بسهاج والأبعدية بالبحيرة والمعصرة بالمينيا وأكد لكم جميعا بأن يقيمي الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على سياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها ولم تقف حياة كريمة عند حدود إقامة المشروعة الخدمية بل تعدتها إلى أطلاق المبادرة الاجتماعية العاجلة وتوفير فرص عمل بالمشروعة الصغيرة والمتوسطة كما تضمنت شقا لرعاية الصحية بإطلاق القوافل الطبية المجانية للكشف على المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة وإحالة المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة كما تخطت مؤسسة حياة كريمة كونها مظلة اجتماعية الحدود إلى خارجها حيث بذلت ولا تزال كل الجهود الممكنة من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني فانطلق قوافلها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وتزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية ولم تتوقف جهود المؤسسة على الدعم من خلال تقديم أطنان المساعدات الضخمة فقط بل أطلقت أيضا مبادرة من إنسان لإنسان حرصا منها على إطلاق مبادرة تكفل المشاركة المجتمعية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني وكذلك توعية النش بأهمية القضية الفلسطينية وأهمية الدعم المصري المقدم لها وبلا كلل تواصل مؤسسة حياة كريمة المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع لمساندة كل مواطن من الأسر الأكثر احتياجا في محافظات وقرى مصر في كافة مناح الحياة